و لا مشهدين أن نتلع أكثر حول الواقع الوبائي في المملكة ينضم إلينا الآن هنا في السوديو عضو لجنة الأوبئة دكتور فارس البكري دكتور فارس أهلا وسهلا بك على نشرة الأخبار دكتور إذن اليوم بعد عدة أيام تسجيل حالات كثيرة من الإصابات المحلية اليوم بفضل الله فقط ثلاث إصابات محلية هذا الانخفاض اليوم ما الذي يعنيه وبائيا هل هذا يعني استقرار عودة الاستقرار التدريجي للوضع الوبائي في المملكة يعني هو مؤشر جيد أكيد هو مؤشر جيد يجب أن لا يدعون هذا الاسترخاء والانتباه لا أريد القلق لكن الانتباه لوضعنا ووسائل حماية نفسنا من هذا الوباء الأعداد يعني رغم كمية الخوصات الكبيرة تمت لكن ظهرت يعني الحمد لله لم يظهر أكثر ثلاث حالات وهو جميعها لها مصدر نها ناس مخالطين فيبدو أن نعمل عملا جيدا بمتابعة المخالطين وعاح حجرهم لتقليص هذه الكلستر أو تجمع الحالات الذي ظهر نتيجة ما حدث في مركز حدود جابر نأمل أن تكون هذه مؤشر جيد وهي إن شاء الله مؤشر جيد إذا استمرت الحالات قليلة جدا فيبدو أننا استطعنا أن نتحكم بهذا الوباء لكن هذا ليس مدعاء للتراخي في مسائل ضبط العدوى والابتعاد الجسدي ولبس الكمامة وآخره طيب غدا لدينا تفعيل أمر الدفاع رقم 11 بدرجع لك فيه لكن الآن دكتور عندما نتحدث اليوم عن تسجيل ثلاث حالات إصابة محلية فقط نعم هل هذا يبعد باعتقادكم أنتم كلجنة أوبياء شبح مزيد من الإغلاق الكل بخاف الكل بيسأل وين رايحين خلال الأيام المقبلة هو يخفف التوتر أكيد يعني لكن لا نعرف ماذا سيحدث غدا أو بعد غد يعني دائما فيه مفاجآت الإنسان دائما يعني يحطاط لكن إن شاء الله يعني كلما قلت عدد الحالات كلما ابتعدنا عن الإغلاقات طيب غدا إذن بترجع لك دكتور الآن عن تفعيل أمر الدفاع رقم 11 طيب رحكون تجديد صار من قبل الحكومة على ارتداء الكمامات والقفزات إلى غير ذلك اليوم أهمية تفعيل هذا أمر الدفاع رغم أن البعض طالب أن يكون مفاعل منذ مدة طويلة عموما دعنا في يوم الغد أهميته في ظل هذا الوضع الوباء الحالي يعني هو جاء في وقت مهم جدا أول شيء زيادة الحالات القليل في الأسبوع الماضي جاء في وضع المحيط في نسب الوباء في عالية نحن مقبلون أيضا على موسم الخريف والشتاء إن شاء الله يعني لا نريد أن تزداد الحالات وأيضا يعني لا ننسى المدارس في الأيام القادمة فالتزام بأمر الدفاع شيء ضروري جدا وأعتقد أنه أتى في الوقت المناسب تفعيله أتى في الوقت المناسب لكن بشكل مباشر ممكن فعلا يحافظ على حالة الاستقرار الوباء التي كنا نشدها قبل أسبوع وقبل هذه الانتكازة دعني أسميها من ديش أقول تدهور في الحال الوضع صحيح إن شاء الله تعود الأمور إلى ما كانت عليه الوضع وباقي المستقر وخاصة أننا يعني إذا سددنا هذه الثغرات والمطار مغلق طبعا يعني إن شاء الله ستستطيعنا نتحكم بالحالات المجتمع الأردني على الأغلب على أغلب عدد الحالات فيه قليل جدا عدد الحالات قليل جدا وإذا كان هناك حالات ممكن أن تذوب هذه الحالات إذا طبق الجميع مسائل التواصل التباعد الجسد تقصد في الحالات التي غير معروفة نعم صحيح طب دكتور يعني اليوم لاحظنا ما حدث في ثغرة حدود جابر كما حدثنا سابقا عن ثغرة حدود العميري اليوم ما حدث هل كان متوقعا أنتم في لجنة الأوبئة عندما تضعون التوصيات تنظرون الواقع الوبائي في المملكة خلال الأسبيع والأشهر المقبلة والآنية حتى في اللحظات الآنية هل كنتم تتوقعون انتكاسا مشابهة لما حدث خلال فترة الماضية هو نحن دائما نتوقع أن يحدث شيء ثغرة مفاجأة هذا شيء متوقع لكن لم نكن نتوقع أن يحدث مثلا في المكان الفراني في الزمان الفراني صعب التنبؤ في هذا لكن أكيد أي إنسان يطلع على الأمور يعرف أنه في أي لحظة ممكن أن تحدث مفاجأة إنسان غير ملتزم ثغرة كما حدثت أكيد هذا شيء متوقع وسيحدث في الأيام إن شاء الله لا يحدث إن شاء الله ولكن هو سناري ومتوقع طبعا سناري ومرت فيه كل الدول يعني كل العالم كل الدول في العالم مرت في هذه الشغلات يعني فيه كثير دول فتحت مثلا قطاع معين أو نشاط معين وزادت عدد الحالات يعودوا يعني هذه الشغلة ستستمر هذا شيء سيستمر لفترة طويلة معنا طيب طيب اليوم دكتور عندما تحدثت في بداية كلامك عن موضوع أنه ما في عندنا إصابات غير معروفة المصدر هذه نقطة مهمة جدا صحيح هذه نقطة اليوم حتى حالات المحلية ثلاث مخلطين للمصابين صائقين من حدود جابر أو العاملين على حدود جابر اليوم لأي مدى هذا يطمن أيضا في ظل الوضع الوباء هذا شيء جيد يعني إحنا بهمنا بالحالات وصفة أنه يكون الحالة لها مصدر إذا عرف المصدر يكون يعني ممكن تتبعها يعني ممكن عزلها ممكن حجرها وهذا دليل أنه ما يسمى النظام الذي تم بناءه لتتبع الحالات يعمل لأنه اكتشف هذه الحالات حجرها الحالات قلت يكتشف قد يكتشف عدد آخر من الحالات يتم حجرها وبذلك تستطيع أن تقضي على هذه البؤرة وتقلل الحجر فهذا شيء ضروري جدا لا يوجد بؤر أخرى لم نكتشف بؤر أخرى لم نكتشف ثغرات أخرى الأعداد تقل هذه كلها أمور مطمئنة مطمئنة نحن لا نستطيع أن نقول وضع في المملكة مقلق لا يعني مقلق هو تعريف ماذا يعني كل إنسان بكلمة مقلق لكن هو يدعو إلى الانتباه الذي حدث قد يكون متوقعا لا يوجد يعني هذه بلد كبيرة ممكن يحدث فيها ثغرة من أي مواطن من أي جهاز حكومي حتى فهذا شيء قد يكون متوقع ويحدث ويحدث في كل العالم لكن التصحيح حصل التصحيح والاحتواء على الأغلب أننا في مرحلة احتواء ما حدث أي نعم قد كلفنا جهدا وقد كلف الفرق التقصي الوبائي جهدا وقد كلف يعني ضغط عمل لفترة للمعنيين حوالي أسبوع وعشر تيام لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله استطعنا أن نقل طيب دكتور أنتم يعني في لجنة الأوباء تجتمعون أسبوعيا صحيح أو أكثر نعم أو أكثر من مرة في الأسبوع طيب دكتور الآن في ظل هذا الوضع الوباء الحالي هل قد تكون هناك توصيات لا سمح الله بإغلاقات لمزيد الإغلاقات أم بحاجة انتظار لعدة أيام أخرى لفترة من أخرى لمعرفة فعلا ماذا يحدث وباء أيام في المملكة يعني هو كانت النظرة أنه ننتظر عادة نحن ننتظر أسبوع أو أسبوعين لنأخذ فكرة أكثر عن الوضع الوبائي إذا استمرت الحالات بالزيادة أو فجأة ظهرت حالات كثيرة قد يتم توصية أمور أخرى لكن في هذه اللحظة يعني في هذه اللحظة ما أظن أنه سيتم هناك إغلاقات إذا تم إغلاقات سيكون إغلاقات لبعض البؤر التي تظهر وهذا ما قيل اليوم موضوع عزل بعض المناطق صحيح هذا ممكن هذا ممكن أما حضر المملكة فأظن هذا صعب جدا يعني في أرقام يعني هي بؤرة ظهرت وظهر فيها مجموعة حالات تم تكشف عليهم وتم تشخيصهم وتم حجرهم وعزلهم فإن شاء الله يعني في طور الاحتواء والحالات بدأت تقل إذا استمر هذا فهذا شيء مطمئ جدا استمر للعدد القليل والمهم دكتور أعتقد السيطرة حاليا قبل موعد المدارس قبل الإنفلوانزة الموسمية بداية من شهر سبتمبر وشهر أكتوبر ونوفمبر وغير ذلك صحيح الإنفلوانزة الموسمية تبدأ عادتها بشهر تسعة وعشرة وتستمر لشهر أربعة وخمسة حتى قد تصل دروتها بشهر 12 أو واحد عنا في الأردن نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لهذه الالتيابات التنفسية ونقلل عددها لا نريد يعني وبائيا لا نريد الكورونا والإنفلوانزة مع بعض يجتمعون فكلما التزمنا بأوامل بالتباعد الاجتماع الجسدي وضبط العدوى كلما قللنا من فرص الاثنين حتى الاثنين زائد طبعا تقليل من فرص الكورونا يعني على الأقل الإنفلوانزة يوجد لها مطعوم الكورونا للآن نهايذ اللحظة نحن ننتظر المطعوم أنت فتحت محور دكتور المطعوم الآن شفنا المطعوم الروسي هذا السؤال الأخير المطعوم الروسي يوم حتى هناك شركات أوروبية بدأت تشتري من عدة من شركات أو دول أوروبية بدأت تشتري هذا اللقاح من عدد من الشركات الأوروبية إلى أين نحن متجهين في هذا السياق الأمور مطمئنة والله نحن بالنسبة للمطعوم الروسي نعم الروسي وحتى معظم المطعوم يعني اللقاحات في دول العالم كل بتنافز يعني بدأت الشركات تعلن أنها ستكون جاهزة لبيع المطعيم إما بشهر 12 أو 1 أو 2 هكذا الشركات المطعيم هكذا أعلنت قد يكون العدد لا يكفي لكل العالم قد يكون هناك بالنهاية أورويات لمن يعطى المطعوم في كل دولة على الأغلب أننا إن شاء الله يعني سيكون عندنا مطعوم لكن سيتم يعني تخصيص لن يكفي يعني كمية المطعوم لن تكفي كل العالم سيتم دائما بالنهاية تخصيص أورويات لمن يأخذ هذا المطعوم عشان يكون البعض بقول أنه ممكن إذا وصلنا في أحسن أحوال قد يصلنا في الربيع المقبل والله لا نعرف يعني هو الأخبار متضاربة يعني قد يصل كمية قليلة قبل هذا قد قد يصل كمية الكبيرة فعلا في الربيع لا نعرف أخبار متضاربة يعني الشركات قالت وعلماء يعني علماء لهم قيمة في العالم أخبروا أنه قد يكون المطعوم متوفر بشهر 12 أو واحد أو تنين وحاليا حاليا أصلا الشركات الشركات الكبرى التي وصلت للمرحلة الثالثة من البحث العلمي بدأت بتصنيع المطعوم يعني مطعوم يعني هي مغامرة بدأت بتصنيع المطعوم قبل أن تنتهي النتائج على أمل أن تكون النتائج مطمئنة وناجحة ثم يبدأ بتوزيعه الوضع الوبائي في العالم لا يحتمل صحير أشكرك جزيلا شكر دكتور فارس البكري عضو لجنة الأوبية يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا الله تكالعافية